وقد أثار موقف قطر استنكارا عربيا وإسلاميا جراء محاولاتها لتدويل الحرمين للمرة الثانية بعد محاولة سابقة خلال موسم الحج الماضي وتتطابق هذه الدعوة القطرية مع دعوات إيرانية سابقة في تدويل المشاعر المقدسة وهذا يؤكد مدى تقارب سياستي طهران والدوحة لزعزعة استقرار المنطقة فتحت الهيئة العالمية لمراقبة الإدارة السعودية للحرمين باب التوقيع على عريضة عالمية تطالب الحكومات والمؤسسات الإسلامية بالمشاركة في إدارة المشاعر المقدسة تلك إذن كرة خاسرة قطر تعيد ورقة تدويل الحرمين للواجهة من جديد بعد أن خسرت في محاولة سابقة فاشلة ويستمر الافتزاز القطري على نحو متخبط غير مدرك للعواقب فالنظام في قطر يبحث عن كل ما يحقق رغبته بتصعيد الأزمة تعبويا وعسكرية فقد أخذ هو هذا المنح بعد اعتراض مقاتلاته الطائرتين المدنيتين الإماراتيتين قبل أقل من شهر وها هو اليوم يتبنى تدويل الحرمين إعلاميا ودوليا متناسيا ما جاء على لسان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في تصريح سابق سنعتبره هذا بمثابة عمل عدواني ونعتبره بمثابة إعلان حرب على المملكة تلك إذن مغامرة تعيد للأذهان المغامرات الإيرانية في تبنيها لتدويل المشاعر المقدسة فهل باتت إيران تستخدم حليفتها قطر في تنفيذ أجندتها أم أن قطر تسير على خطى شقيقتها الكبرى إيران والتحقت بأذنابها يجب يلزم ينبغي ضروري تدويل الحرمين الشريفين بكل متعلقاتهما من المدن هذا لسان النظام القطري اليوم وهذه مفرداته وهذه مساعيه وما هي إلا خطوة يخطوها إلى قمة اليأس وليس أمامه سوى الهاوية هذا التصعيد القطري أثار استهجان وزراء خارجية كل من البحرين والإمارات حيث أكد معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد الخليفة أن تدويل الحرمين يكشف النوايا السيئة والإفلاس السياسي والسقوط الأخلاقي أما وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش فقد أكد أن خطة تدويل الحرمين سيكون مصيرها الفشل كما فشلت سابقا وبأنها سقطة من سقطات النظام القطري هذه الخطوة القطرية ذات الصبقة الفارسية قوبلت بسخط إسلامي من عدن من المنظمات الإسلامية التي رفضت وبشدة هذا الموقف القطري لتدويل إدارة الحرمين الشريفين ووصفته بالغرابة وأنه يجب إغلاقه فقطر اليوم لا تواجهه دولا بل أكثر من مليار ونصف المليار مسلم يرفضون تسييس الحرمين وتدويلهما رفضا قاطعا